السلام عليكم ورحمة الله كيف عالكم أصدقائي اليوم إن شاء الله الفيديو مهم جدا لكل الأشخاص اللي عم يدرسوا في المدارس التركية والطلاب طبعا اللي عم يدرسوا في تركيا طبعا يا جماعة مثل ما بتعرفوا انه في كتير قرارات جديد اللي عم تطلع في تركيا وطبعا لموضوع الحزب أو كذا فاليوم إن شاء الله بهذا الفيديو رح نحكي عن آلية فتح المدارس اللي صرح عنا وزير التعليم التركي بس قبل ما نبلش بهذا الفيديو ولا تنسوا تحطوا لايك على هذا الفيديو وتشتركوا في القناة وتشاركوا هذا الفيديو مع جميع الأشخاص اللي بيهمن هذا الأمر مشانة تعمل فائدة على الجميع وأهم شي إنكم تشاركوا مع الطلاب اللي عم يدرسوا في المدارس التركية مشانة تعمل فائدة على الجميع طبعا يا جماعة مثل ما بتعرفوا إنه إذا في عندكم أي استفسار أو تعليق بتحطونا يعني بخانة التعليقات أو تتابونا على صفحة الإنستجرام اسمت على المعنى الماشي هونيك إن شاء الله بإمكاننا نجاوبكم وهلأ خلينا نشوف التصريحات طبعا يا جماعة حسب ما صرح وزير التعليم العالي بالنسبة للمدارس اللي هو المرحلة التحضيري المستقلي يعني الروضات رح تبدأ التعليم وجه لوجه في 15 إشباط يعني 15 إثنين واعتبارا من 1 آذار اللي هو 1 ثلاثي رح تبدأ مدارسنا وفصولنا التعليمية الخاصة بتوفير التعليم لطلابنا ذوي الاحتياجات الخاصة القرار الثالث في المرحلة القادمة يمكن اتخاذ القرارات بشأن التعليم وجه لوجه على أساس كل ولاي على حدة يعني رح يطلع على كل ولاي وعلى نسبة الإصابات ووفقا لهذا الشيء رح يقرروا ويتخذوا قرارات لهذا الشيء نخطط لمنح الجرعة الأولى لمعلمين الذين بدأوا التعليم وجه لوجه في شهر إشباط طبعا مثل ما بتعرفوا أن الجرعات حاليا وصلت 6 مليون جرعة لتركيا وتم تلقيح التطعيم المسنين والكوادر الطبية وهلا ان شاء الله رح يبلشوف المعلمين اللي رح يبدو بس وجه لوجه في شهر إشباط يعني مول جميع سيتم التخطيط لإقامة امتحانات متبقية من الفصل الأول لطلاب المرحل الثانوي وجه لوجه في شهر آذار يعني رح يتم عمل الفحص المتبقي من الفصل الأول بس للمرحل الثانوي وجه لوجه في شهر آذار يعني في شهر اثنين في واحد آذار رح يبدأ طلاب المرحل الابتدائي طلاب الصف الثامن والثاني عشر يعني البكالوريا تعليم وجه لوجه في المدارس يعني تقريبا فيكم تقولوا أنه بواحد آذار رح يبدأوا المرحل الابتدائي طلاب الثامن والبكالوريا وجه لوجه الدوام المدرسي لطلاب المرحل الابتدائي سيكون يومين في الأسبوع أثناء تلقيهم التعليم وجها لوجه يعني رح يكون المرحل الابتدائي مو دائما بس يومين في الأسبوع قررنا بدء التعليم وجه لوجه لكل الصفوف والمراحل الدراسي في مدارس القرى بس بمدارس القرى فقط في 15 إشباط الدوام المدرسي وجها لوجه لن يكون إجباريا ويحق لعائلة الطالب الاعتذار عن إرساله لمدرسة يعني كل طالب إذا حاسس مثلا أنه ممكن يتأذى أو كذا فممكن أنه يعتذر وهذا الشيء ما حيكون غياب يعني ومثل ما كون شايفين لن يسجل طالب إذا سيعتذر عن الدوام الرسمي في قائمة الغياب يعني ما راح يتم تسجيله بشكل غاية في أمر بدي أحكي عليه أنه حاليا فتح آلية الفتحة هتكون بشكل تدريجي يعني مثل ما صار السن الماضي أنه فتحوا بشكل تدريجي وبناء على عدد الحالات والإصابات راح يكون متغير هاد الأمر فممكن يتخذوا التعليم عن بعد حاليا بعد حتى ما يفتحوا المدارس بشكل تدريجي ويشوفوا فيه مشاكل مثلا ممكن يفتحوها يضل التعليم عن بعد هذا بالنسبة لموضوع التصريحات يصرحها وزير التعليم التركي إذا في عندكم أي سؤال أو تعليق لا تنسوا تحطونا بخانة التعليقات تحت هذا الفيديو وإن شاء الله إذا في عندكم كمان بإمكانكم تسألونا على صفحة الانستجرام اسمه تعلم على الماشي هناك إن شاء الله بإمكاننا أن نرد عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته